خلافا لتاريخهم وهجراتهم المعهودة في طلب الرزق وتغيير نمط الحياة حفل العام 2016 بهروب اليمنيين إلى الصحاري ونزوحهم إلى الكهوف وسكنهم في مباني لم تخصص لذلك شرد أكثر من ثلاثة ملايين مدني وفق إحصائية الأمم المتحدة إلى مناطق ليست لهم واختبأوا خلف أكمشة بالية لم تقهم برودة الشتاء ولا قيد الصيف ساد لديهم شعور واسع بطول أمد الأزمة وعدم انتهائها قالت إيتس كويت نائبة ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في اليمن إن مزيدا من الناس مجبرون على ترك منازلهم بحثا عن الأمان كنا ساكرين في جمال زارعنا جالسين مرتاحين أقبل مليشية الحوثي صالح حاجمتنا من كل الاتجاهات حاصروا ناسنا كانوا يرمو حتى الأطفال والنساء دمروا المنازل الآبار والآن مشردين في القرى والمدارس قريه كاملة عد نازحوا الداخلي من تمكنوا من العبور إلى خارج الحدود محظوظين مغفلين ما تعرض له اللاجئون اليمنيون في أرض بعيدة تستغرق رحلاتهم إليها أياما بدلا عن ساعات ففي السفر إلى دول القرن الأفريقي تعرضوا لشتى أنواع الابتزاز حملوا في قوارب قديمة ورفضت موانئ استقبالهم تحت مبرر عدوى أمراض سارية وعليقوا لأيام في انتظار أن يؤذن لهم بالدخول وحتى أولئك الذين اجتازوا المخاطر لم يكن في استقبالهم غير نوع آخر من الصعوبات فهناك تركوا في صحار واسعة بلا خدمات كما في مخيم أبوخ شبوتي أو اتخذوا من المدارس مساكن لهم كما في الصومال نحن هنا منذ 22 يوما صباح اليوم جاءت الشرطة وطلبت من الذهاب إلى أثينا وقالوا بأنهم سيوفرون لنا مخيما جيدا وعندما أتينا إلى هنا انظر إلى هذا المكان لا نستطيع البقاء هنا أسرة وحيدة تمكنت من عبور البحر نحو القارة الأوروبية لكن ومع ندرة تلك الخطوة فالغموض يكتنف مصيرها ولم تحدد تلك الدول موقفا واضحا من اليمنين في تصنيفاتها للحروب اكتمل العام وما زال آلاف اليمنين في أكثر المخيمات الداخلية والخارجية بؤسا ينتظرون أن تنتهي الحرب لكنها لم تفعل ذلك